الغياب عن الانتخابات الذي يدعو له البعض هل هذا يحقق لنا هذه الشراكة؟ أنه بالعكس هذا سينتهي إلى عملية إفساد أكثر وتختل التوازنات في المحافظات وبين المكونات لم يكن حكم الثماني سنوات كافياً بالنسبة لنور المالكي رئيس اتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق لإشباع رغبته في تسييد المنصب التنفيذي الأعلى في البلاد ورغم مرور عشر سنوات على خساراته المنصب يحاول الرجل العودة إليه بكل الطرق تتحدث مصادر عن خلافات داخل الإطار التنسيقي بسبب ما تعتبره قوى مشاركة فيه تجاوزات من قبل المالكي على مفهوم الشراكة الذي بني عليه الإطار ومحاولته التفرد بالقرار وفرض وجهات نظره على حكومة محمد الشيعة السوداني وساعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية ساعد المالكي على التشجع لإعلان رغباته في العودة لرئاسة الوزراء سيم مع دعمه لتنصيب حليفه محمود المشهداني لرئاسة البرلمان وكان المشهداني هو رئيس البرلمان في فترة تولي المالكي للسلطة وبعودته إلى البرلمان سيكون الطريق ممهداً أمام رئيس اتلاف دولة القانون للعودة إلى الواجهة سيم مع عدم وجود مناوئ حقيقي له مع غياب الصدر وتقول المصادر نقلاً عن صحيفة العرب إن المالكي بات يطالب مكونات الإطار علناً بدعم مساعيه لترأس الحكومة من جديد على أساس أن سلطة القوى الشيعية كانت على وشك الضياع لو لا جهوده في مقارعة التيار الصدري وعلى هذا الأساس يفاوض المالكي على حصته في مجالس المحافظات مطالباً الكتل الفائزة بتمكين اتلافه من حصة في مناصب المحافظين ورؤساء المجالس بغض النظر عن نتائج الانتخابات وبالاستناد إلى أن حكومة السوداني مدينة له باستقرارها وتماسكها ولكن تثير تطلعات المالكي غضب حلفائه داخل الإطار وينطبق ذلك بشكل خاص على قيس الخزعلي وقد تزايدت الخلافات بين الرجلين نظراً للثقل الذي يتمتع فيه الأخير لدى حكومة السوداني والذي فاق نفوذ نظيره بما أشعل التوترات بين الطرفين مؤخراً